فإذن أحبائي منشوف أنه الكتاب المقدس يسير من البداية حتى النهاية بتسلسل وتناغم فكر عقلاني يعبر عن حكمة الله يعبر عن فهم الله وإدراكه الغير محدود فكل الصفحات تسير بتناغم أفكار ليست أساطير وعندما تقرأ الإصحاح الأول لابد أن تنبهر بموضوع وقصة الخليقة كيف أن الله خلق كل شيء حسب جنسه فهذا إذن ضد نظرية نشوء والتطور ضد أي نظريات أخرى التي تنكر اسلوب وطريقة الله بالخلق أي أنه يأتي من العدم من لا شيء يستطيع أن يصنع شيء مكتوب أحبائي بكلمته كل شيء جاء للوجود تعرفوا أحبائي في مزمور 33 مكتوب لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد وضع لها حدا فلن تتعداه لأنه قال فكان هو أمر فصار فإذن أمر فخلقت قال فكان أمر فصار وبتعرف أحبائي هنا الكلام واضح جدا أنه بكلمة الله كل شيء صار أو جاء للوجود حسب عبرانيين إصحاح 11 والآية 3 مكتوب بكلمة الله كل الخلائق قائمة ومتماسكة وموجودة في قدرة الله أطقنت العالمين بكلمته أطقنت العالمين ومش بس أطقنت يعني بيتكلم عن عقل مدبر مهندس إلهي بيتكلم عن خليقة جميلة جدا يقول كتاب في سفر الأمثال إصحاح 8 منذ الأزل مسحته منذ البدء منذ أوائل الأرض كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه والعبرانيين إصحاح 11 والآية 3 مكتوب بكلمته أطقنت العالمين بكلمة الله أيضا كل شيء متماسك كل شيء مترابط قائم موجود في سفر رؤية إصحاح 4 والآية 11 حقيقة أن كل الخليقة تشهد لقدرة ومجد الله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه فإذن كل الخليقة تشهد أن الله هو القادر على كل شيء وأنه الحكيم وأنه المهندس فالخلق أحبائي هي القدرة على الخلق تعبير عن قدرة لاهوته وهي صفة من صفات الله ومن أخص خصوصيات الله فالله هو الخالق لا يعطي أي نبي أو أي خليقة أخرى أن تعمل أو تصنع أخص خصوصياته اشتركوا في القناة